ايه التكنيب ده؟ الجري روك ده بقى الجري روك ده انا مبينش للنرجسي انا حسب ايه اطلاقا ولا زعلانة ولا فرحانة اعرف الحجر الرمادي اسمه جري روك يعني حجر رمادي ولا انا فرحانة ولا انا زعلانة ولا تواصل معاه ولا بيان له مشاعري ليه؟ انا كل ما انا بدي له حاجة انا زعلانة بيسوق فيها اكتر؟ لا بيستغل لها حتى لو مش هيستخدمها دلوقتي هو زي ما يكون عنده درجة كده بيحط فيه الحاجات الفايل عام الفايلات اه ده بيضيقها وده بيضيقها وده بيضيقها وده بيستفزها اطلع ده وقت اللزوم علشان كا ايه بقول الانسان المستفز لا يمكن هيعرف يستفزك الا اذا انت يدي له مفتاح الاستفزاز كل ما انت بتدي مفاتيحك اكتر ومفتوحة اكتر ومشاعرك باينة اكتر كل ما هتكون المرحلة دي صعب عليك جدا لان هو هيستغل كل حاجة دراسة عنك في مرحلة دراسة في الاول مرحلة الشورينج ده مش بتبقى كده ده من اول ما هو اختارك انت وقع عليك الاختيار بدقة محطوطة على الجهاز بيكشف عليك تماما اسكان اسكان بالظبط وبيعرف كويس اوي تفاصيلك وبيعرف كويس اوي زي استفزك وانه اتضعفك واحتياجاتك وامتى يلعب على كل واحد فيهم بالظبط كده طيب انا بقى بنصيح هتعمل الجري روك ده ما هي نو كونتاكت ما تتواصلش معاها استحالة تبدأ بالتواصل طيب لهو معاها في بيت واحد وبيحاول يتواصل جوزها مثلا التواصل يبقى دايق جدا وما ببينش منه المشاعد يعني يعملي كذا حاضر لا اللي هو يعني ماسك فيس يعني انا هو مش عارف انا حاسة بايه بفكر في ايه زعلانة متضايقة الخطوة اللي انا نوي عليها ايه لا ما تعملش والتواصل يبقى في قضيق قضيق في الحدود طيب هو في الحالة دي هيعمل ايه؟ هتبصت لايه هو لان الصمت العقابي ده مش نافع معاكي فهيغير اسلوبه ويبتدي يتكلم حل لكن لو انتي بدأتي خلاص بقى انتي عارفة نظام القاستك هيبعد اكتر يعني تشدي هيقوم بعد اكتر يعني ما تبقى انتي اللي بتحاولي تصلحيه بطول الوقت تمام طيب لو انتي عملت كده عملت استخدمتي الجري روك هو هيدخل بعد كده في مرحلة استردادك بنسميها الهوفرينج عارفة المكنسة الكهربائية يستردك لو انتي قطعت تكلمي معي وتتواصلي معي طيب هيستردك ازاي؟ بكل الوثائل ممكن يعمل مشكلة لا اما يختلق المشاكل اه يختلق اي مشكلة يختلق اي اخناقه يا اما يشتكيك لأهلك وخدي بالك هو عنده خطة ذكاية جدا في كده وبالذات النرجسي الخافي عشان فيه نرجسي الخافي لو بيبقى حلو جدا مع كل الناس ووحش مع ضحية واحد او اتنين بيختار واحد اكليم بس يغلطوها اهي ده لذيذ جدا انت ازاي شايف كده اه اه ازاي انت اللي مش عارفة تفهمين ليه لان هو كريم جدا مع الناس كلها يعني متواضع جدا خلوق واحنا اصلا من صفات النرجسية اللي هي الصفة رقم 3 ان هو يعني عنده غرور وشايف نفسه جدا وافعله كلها بتنم على التقابر والعجرفة فازاي ده متواضع جدا انت ازاي بتقولي عليه كده فالفكرة بعد كده بقى ان انت بعد ما تعملي النو كونتكت او هو هيبتدي يعمل الهوفرنج في الهوفرنج دي بقى هيبتدي يستعطفك ويفقرك طب الفكرة الموقف الحلوة اللي عملتها في المرحلة اولاية ده عشان بقى لما بيحس ان كبتريتي تبعدي اه فهو عايز يستردك بقى يسترد بقى مقتنعته انا سوئال كتير بيجيلي جدا طب هو هيرجع لي تاني طب امتى هيرجع طب هو انه يرجع ولا خلاص هو انا ثاني اصل الفترة دي ممكن ينساها بالسنة وبالاثنين وبالتلاتة والخمسة وبعد كده ايه راجع فكتير بيقولولي ده بعد خمس سين ده ما اشتق لي يعني هما بيكونوا متخيلين كده يا بنتي لا ما اشتقلكيش هو بس ليه حاجة عمد الجاية خدها ليه مصلحة يعني عارفة هو لا اشتياق ولا اي حاجة انتي طول انتي اداة لتلبية احتياجاته فما تقعيش في الفخ ده ما تبلعيش الطعم لان هو بيرمي الطعم يرمي الطعم بقى ازاي ام هوا دخلها مثلا على السوشيال ميديا عامل لايك بعد صباح الخير فهي ردت اه خلاص دينامية ترد يبتدي بقى ايه عندنا اوبشون البلوك بقى الازيز الجميل اللي هو يعني انا بقى اللي همني من البلوك للشخصية النرجسية من حياتنا نعملها بشكل عين بقى على كل حاجة الله ينور عليك انا اللي همني في البلوك اكتر بلوك للأفكار وبروك للمشاعر طبعا لان كتير بيجي يقولولي انا النرجسي وحشني النرجسي وحشني يعني انا ازاي مفتقداه فانا بقول لها انت مش مفتقدة النرجسي انت مفتقدة الفورس برسونا بتاعته الشخصية الوهمية اللي هو رسمهلك فانت مفتقدة الشخصية دي